صار الوقت تبعنا كلامة دكتور الجامعة ريشي وتسألنا ماذا يعلم تلاميذه لأنه فارغ ويعيش الفلك ويدور كصحن طائر مجهول الهوية أجبنا اليوم من ضرب لنا مثل السويسرا وأجبناه عن واقع لبنان العجيب 18 طايفة وأربع منها تحاول طغيان بسيل مثلا الفيدرالية ومجال حيوي هنا ينتقل فكرتك للفيدرالية طبعا بغض النظر عن الأسلوب لأنه في بعض الأخلاط ولكن يتحدث أنه لا يوجد تقارن لبنان بسويسرا وعندك 18 طايفة وعندك أربع منهم أقل شيء يحاولوا التغيير صح أول شيء بين لبنان وسويسرا في كتير حالات تشابه نحن ما نقول أن نستنسق 100% تجربة سويسرية هاي واحد اثنين بسويسرا في أربع مجموعات أساسية يلي هني الفرنسوية عفوا الأكترية هني الألمان الفرنسوية الطليين وفي فئة باسمها رومانش اللي هي نسبتها أربع بالمية من سكان سويسرا وبلبنان الفئات الأساسية والهويات الجامعية الأساسية الكبيرة يلي هي كانت سابت فيها أنه كان فيه تصارع بينياتها هني كمان أربعة المكون الدرزي المكون السني المكون الشيعي والمكون المسيحي وبالتالي الفيدرالية بدأت تروح اليوم بأي مقاربة طبعا نحن بهمنا نحافظ على المناصفة وبذات الوقت بدأت تأخذ خصوصيات هذه المكونات في كتار من مش عايدة الأستاذ بالتحديد أو أي حدا تاني في عندهم بعض الجهل وفي البعض بيكون عندهم العلم ولكن بيدفعوه لحتى يسخف طرح الآخر وهي دي للأسف بس خليني أنا نقشك نقطة بنقطة أنت عرانت بسويسرا بس المجموعات بسويسرا منها مجموعات طائفية بلا يعني بلا أول شيء في عندك نوعية من التعددية بسويسرا التعددية السقفية اللغوية يعني ألماني فرنسي وإيطالي وروماج وفي حروب صارت بين الكاتوليك والبروسطان وصار في مجازر بينهم بس هيدا عم نحكي بمنتصف بالكورونا الماضية هلأ هلأ مش عم نحكي هلأ بالسبعينات في منطقة اسمه جراء عطوة خصوصية خاصة بالخمسة والسبعين كان في مشاكل ومعارك حتى بسنة الأسفة والسبعين يعني بالقرن العشرين مبارح يعني لهلأ كان في بسويسرا هاي واحد نقول الفيدرالية مش بس بدنا ناخد مسألة سويسرا وإمتى نحن نعوز النظام الفيدرالي لما يكون فيه تعدد والتعدد أنواع طواقف أديان أعراء سقفات أبيل وكثير من الدول اللي كان عندها مشكلة بالتعددية ما أدري تحلطها إلا من خلال النظام الفيدرالي رح نقشك أكتر بنقاط تانية من بعد ما نتوقف مع التغريد اللي بعده